استقبلنا شهر رمضان الحمد لله أنا بس بختلف عن أي رمضان استقبلنا يعني سيبنا بنتي غاد في غزة وهدي أكتر إنسان عزيز عقلبي نفسي أشوفها أحضنها أضمها خواتي أغلبيتهم في غزة يعني إيش بد أقول لك؟ أكتر من هيك وضع مؤلم ما شفناش يعني هذا رمضان كمان العياء عينا فيه وسقعنا فيه وبعدين إيش أقول لك 0% من رمضانات الأيام اللي إحنا فيها بمعاناة في الخيام بنلقيها من لا صرف صحي لا أكل لا شروب واستقبلنا رمضان بأسوأ حال استقبلنا من عشرة السن إحنا في أجواء رمضان هذا في قضاء غزة طبعا إحنا هجرنا من الشجاعية لانصرات وبعدين من انصرات أخلينا إلى الدير على أساس كلامهم أنه مناطق أمنة وما في مناطق أمنة فقعدنا هنا في خيام الوضع بين الله صعب جدا كنا نمشي نحن في الإخطار كيف مكان اليوم يجا شهر رمضان المبارك صرنا الحمد لله نقول يعني على الفطرة كيف مكان علبة حمص علبة فول هل موجود والوضع والله صعب جدا أقول لك الصراحة استقبلنا رمضان بالحزن لأن أنا سايب جراني وسايب أهلي وسايب حبايبي ومشردين هنا أنا أنا من معسكر الشاطئ يعني لما بسمع عن أهلي وعن جراني وعن أخلي أخيبتي وقرايبي كلهم ميتين من الجوع فيش أكل في الشرب رغم المأساة اللي إحنا فيها كمان بنحكم المأساة غير اشتركوا في القناة